وزيرة الجيوش الفرنسية هي قد اسمها زمان وزارة الدفاع والوزير او الوزيرة اسمها وزيرة الدفاع وزيرة الدفاع لما جيه ماكرون غير الاسم خلاها وزيرة الجيوش الفرنسية ده انا فاكر لما كنا في باريس في العام الماضي وسألت يعني ليه تم تغيير الاسم من وزارة الدفاع او الحربية او خلافه الى وزارة الجيوش قاله ده ربما يكون يعني استنتاجا فكر نابليوني او فكر توسعي لماكرون وعايز يرجع تاني القومية الفرنسية والدولة الوطنية الفرنسية وعايز يعيد بها فرنسا ويجعل الشعب الفرنسي يقرأ من جديد سيرة نابليون بونابرت الذي وقف وصاح فيه من تبقى من الثورة الفرنسية بعد حرب أهلية دمت 14 عام وقال لهم ما قال وعاد فرنسا أصبع فرنسا التي نرى تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الجيوش له مدلول في الفكر الفرنسي ربما الفكر القومي